تبعاً لتعليمات وأوامر السلطات العليا في البلاد بتعويض المتضررين من الخصائر الناجمة عن حرائق الغابات خلال شهر أوت المنصرمة شهدت ولاية جيجا لانطلاق أولى بداية عمليات التعويض للفلاحين المتضررين الذين مست الحرائق محاصيلهم النباتية والحيوانية من بلدي ستارى كنت ستارى حون بعد جاءت النار هربنا نحن لحكي تكليتن هذه هي كليتن سبعة أبكار والحمد لله كعودتنا الدولة ومطولة شعلينا الحمد لله التفاتة طيبة من طرف الدولة نشكر الدولة على رأسها الرئيس تبون ونشكر الممثلين ساعد الدولة في جميع الأسلاك والقطاعات الذين هبوا والجمعيات الخيرية التي هبت لمساعدة هؤلاء المتضررين عملية التعويض اجتملت على ثلاث مراحل المرحلة الأولى التي بدأت اليوم وهي التعويض عن الثروة الحيوانية على أن تتبع بالتعويض عن أضرار المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة ثم التعويض عن أضرار خلايا النحل في الأيام القادمة تطبيق لتعليمات سيد رئيس الجمهورية القاضية بإحصاء كل المتضررين دون نسيان والتكفل بهم عن طريق الإسراع في تعويضهم قمنا اليوم بتعويض جميع المتضررين من الأنعام سواء كانت أبقار سواء كانت أغنام سواء كانت معز يشار إلى أن هذه المبادرة لقت الاستحسان من طرف الفلاحين ترجمة نانسي قنقر